لسه بفتح باب السطح يا جماعة والله العظيم وسمعت صوت والطيور من وانا على السلم عمالة بتزعق وبتسرخ جامد جدا الوزة عمال بيزعق والبط بيزعق والغم بيكركر ودائما انت ما سامعين كده الطيور كلها عمالة تزعق طبعا الكلام ده كان امتى الكلام ده كان الساعة ستة والصبت وحرفيا يا جماعة انا لما طلعت وشوفت المنظر وانا لسه على الباب بتاع السلم ده يعني انا لسه على الباب بتاع السلم ده يا جماعة السلم هو وانا واقف بالضبط في الحتة دي كده اهو الباب بتاع السلم هو يا جماعة ولسه طالع اشوف الطيور طبعا الباب كان مفتوح حرفيا يا جماعة انا شوفت منظر مخليني عاجز عن الكلام بس كان لازم ان انا اطلع واقول لكم واصور لكم الفيديو ده عشان تخلو بالك تمام طبعا يا جماعة الناس اللي لسه بتشوف في قناتنا يومياتنا في زراعة الاول مرة ما تنساش تترك في قناتنا يومياتنا في زراعة الاومش مشتركة وتعمل لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد ان الناس شوفوا وتخلي بالك ان الناس ده مهم جدا 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 وممكن زي ما حصل لي يحصل لاي حد بيربي على سطح زي ما انا ما بربي على السطح كده طبعا يا جماعة الطيور بتاعتي هاي هتطلع انا الاكل لسه ما وزعتوش انا بصور لكم بس الفيديو هوا هوزع لهم الاكل طبعا بوكلهم ايا جماعة بوكلهم العلف اللي هو احسن انواع العلف اللي انا بحط كلهم اللي هو العيش المبلول اهو بليلهم انا العيش طبعا اه بحطه في الماء في بتاعه دي كده اهو اها يا جماعة شايفين ما شاء الله كل الطيور بتاكل من اللي هو اللهم وصلى على النبي العيش ده زي ما انتم ما شايفين تمام طبعا يا جماعة دي الطيور بتاعي يوماتي في مصرعتي والطيور ديت انا ببيع منها صاحي ومدبوح يعني لو حد عاوز حاجة صاحية اه تربي انا ببيع منها عاوز حاجة تبيح اكل انا برضو ببيع منها والاسعار بتاعتنا ان شاء الله تعجبكم وكل حاجة جماعة على حسب سائرة والحاجات اللي بتتباع للتربية بتكون بالضمان يعني اه بالضمان يعني ان ما باضتش تقدر ترجعها لنا ان ما رقادتش تقدر ترجعها لنا ان خدتها وما عجبتكش تقدر ان انت ترجعها لنا في اي وقت احنا في الفيون وموجود شح في كل مكان نزالوا اعملوا لايك الفيديو يا جماعة بل ما احط قتي حمام ونرجع نعرف اه اللي كان مخلي الطيور تصرخ ولا انا شفته وسمعته على جماعة الحمام هو وبحط له برضو اه عايش مبلول وهو الحمام هو على العشة عشان انا قلت لكم اه هروح احط للحمام اكل وارجع هقول لكم على اللي حصل على الصالح طبعا زي ما انتم ما شوفين يا جماعة الحمام بتاعي هو وانا بحط له عايش لان العايش جامل كده يا جماعة موفر في العلف وكمان بيزود معايا الوزن بيزود ادماج البيض وحرفين يا جماعة ولا بيعمل ديدال للحمام ولا بيعمل ديدال للفراخ ولا بيعمل ديدال لأي حاجة خالص المهم ان انتم تحطوا طازة بتطازة يعني ما تخلوهش يعوق قدامه الطيور ويقف عليه دبان لما بيعوق قدامه الطيور يا جماعة ويقف عليه آآ دبان الدبان ده بيكون واقف على الزبال او كده فيجي يقف تاني على العش فيخليه يجيب امراض لكن زي ما انتم مشاهدين كده انا حفقت شوية للحمام طبعا انا ما بحطش في اطباق انا بحطه على الارض كده وهوت يا جماعة الحمام كالف عالوا بقى نرجع للطيور الكبيرة طبعا يا جماعة الطيور الكبيرة بتاحت هاي كل الناس اللي متابعة القناة عارفاها والناس اللي مش متابعة القناة عشان ما اطولش عليكم برضو هو الحاجة المشهورة اللي عندي هو الرومي التور كده انا طالع يا جماعة آآ انا انا بتمشس كل يوم الصبح ساعة الساعة اربعة الفجر علشان آآ بتمشس يعني عشان انزل شوية في الوزن تمام؟ وهنا بتمشس يا جماعة الساعة اربعة الفجر روحت مشيت رجعت الساعة خمسة ونص بالزبط طالع على السلم بتاعنا لان طبعا احنا في الآآ في السادس وطور في السابع تمام؟ سمعت الوزة عمال يزعق جامد زعق طر يعني الوزة بيزعق زعق طر فباني وبينكم روح تطالع بسرعة علشان اشوف الوز تمام؟ وكمان الرومي كان عمالي كاركت فقلت يا اما الوز بيطرق يا اما الرومي آآ بيدربوا في بعض تمام؟ لان الرومي ودكر البط بيدربوا في بعض انما يا جماعة افتح الباب وبص ليد جوز عيال جوز عيال يا جماعة صغيرين حوالي كده سن آآ تسع او عشر سنين يعني اللي هم مثلا قولوا داخلين خمسة ابتدائي كده تمام؟ بيمسكوا في الارنب والبط البيور الصغير انت بتقول اه بيمسكوا في الارنب والبط البيور الصغير قصما بايمانات الله قصما بايمانات الله قصما بايمانات الله يا جماعة زي ما بقول لكم كده طبعا عيال مش من بيتنا معرفهمش يعني مش قريب ولا كده انا اصلا يعني ما عنديش عندي اه قريب اطفال لكن صغيرين ومحترمين وعمرهم طلعوا على السطح هنا غير معايا يعني عمرهم طلعوا على السطح هنا غير معايا ومستحيل يعني لو الطيور دي نطقت والف لهم يمسكوني هما مش هيرضى يمسكوني. طبعا يا جامعة ناس كتير جدا هتقول لي ما تصقش الظن افرض هما كانوا طالعين مسلا بيلعبوا او طالعين بيشوفوا اي حاجة اطفال صغيرة مش معقول ان هما يكونوا بيمسكوا الطيور. هقولكم يا جامعة معاهم شوال معاهم شوال وكانوا حرفيا حطين. اه بيجروا بقى ورا اخر بطاية في البط البيور ده. يعني كانوا وقدم البط البيور كله. والله العظيمة كانوا بيجروا على اخر واحدة. اللي هي دي. اللي هي الرصاصي دي. الرصاصي الكبيرة دي. تمان? وحطينهم كلهم في الشنطة. وكمان مسكين الارنب. لان زي ما انتم ما شايفين ما شاء الله. الارنب. منطور في كل حتة وطبعا يا جماعة انا عمدي طيور بتاعتي. الساعة آآ ستة الصبح بيكون جيعانة جدا وبتكون واقفة مستنية اي اكل او اي حاجة عايزة ان هي بتاكلها. فمتخينين يا جماعة ان اطفال تطلع تسرق. انا قافل. بس هما بيسرقوا. يسرقوا مكان ما يعرفوش معقول. والله يا جماعة قسما بالله. احنا بقى انا في دنيا غريبت الشكل. انا والله ما متخيل. اما دول تسع سنين او عشر سنين. وبيعملوا كده. امال لما يكبروا. ومعلاش يا جماعة مرة آآ سرقوا كده. المرة الجاية الله اعلم هيسرق اياه. طبعا يا جماعة انا ما كانش ينفع اصور. لان يعني يعني ربنا ساترهم. بخلاص مش مش هاجنة. وافضحهم. تمام? لكن طبعا انا ما ماسبتهمش. غالد لما عرفت اهليهم. وعلى فكرة يا جماعة انا مسورهم. مسورهم فيديو. مسورهم فيديو. هما آآ بيحطوا الطيور في الشنطة لان طبعا يا جماعة انا بقول لكم ان انا كنت بمشي. كنت باتمشى. فباتمشى واخد معايا التليفون. وبرضو اللي كان مخليني طالع. وايه بقول ممكن الاقي الرمي بيدرب بتدكر البط. او الوزة بيطرق. سمعين الوزة بيضعق او? او الوزة بيطرق. فقلت في تلك الحالتين هسورهم. صورتهم يا جماعة وروح توريتهم لاهليهم. المغزة والمراد من الفيديو يا جماعة ان انتو تخلوا بالكم على طيوركم. وكمان يا رايت يا جماعة يا رايت يا رايت يا رايت. لو شفنا اي حد ابننا او اي حد بيعمل حاجة زي كده او بيمدي ايده على اي حاجة لو حدت قليلة نعرف ان ده غلط ان ده حرام. ان الحاجة دي مش بتاعتنا. وبربنا يا رب يهدى الجامعة يا جماعة وخلي بالكم من حاجتكم. وظل الله حصل معي على الصدح.